وقولوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع أي في مكان النوم فلا ينام اثنان من أبناء العشر في مضجع واحد أي في فراش واحد إذا اختلف الجنس بأن كان ذكرا وأنثى وقال بعضه العلم بل حتى إذا اتفق الجنس إلا أن يكون كل واحد منهما عزنا عن الآخر عزالا تاما ولو كان في فراش واحد وذلك صيانة لهم مما يمكن أن يكون من أسباب الفساد فإن العشر يكون فيه ابن العشر قد تهيى للشهوة ومعرفتها وإدراكها فقطعا لمادة الفساد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في مضجع واحد وقالوا فرقوا بينهم في المضاجع والمضجع هو موضع النوم والتفريق في المضجع يشير إلى العناية بحفظ العورات وصيانتها ووقايتها مما يمكن أن يكون مثيرا لشهوة أو فساد يمكن أن يقع